الحرب تتواصل على الأرض اتهامات باستهداف مدنيين وبوابة لاستقطاب مقاتلين متطوعين وفي كواليس المفاوضات حديث عن تحولات إيجابية على الرغم من العقبات وفي الإطار قرار جديد يضع عمالقة السوشال ميديا في قفص الاتهام بازدواجية المعايير أهلا بكم في نشرة الأخبار من المرتقب أن تصل الليلة إلى الأردن قادمة من العاصمة البولندية وارسو طائرة ثالثة لسلاح الجو الملكي الأردني تقل نحو 75 مواطنا أردنيا وعائلاتهم ممن عبروا الحدود البولندية قادمين من أوكرانيا ومعظمهم من مدينة سومي الطائرة كانت قد غادرت عمان بتوجيهات ملكية وبمتابعة من خلية الأزمة في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وبالتنسيق مع مختلف الجهات الأردنية المعنية لغاية تسهيل مغادرة المواطنين الأردنيين وعائلاتهم ووصولهم إلى الأردن وفي أبرز التطورات على الأرض تواصلت الاشتباكات والقصف في اليوم السادس عشر من الحرب الروسية الأوكرانية مع إعلان موسكو عن خطة عسكرية جديدة تتضمن تعزيز أمن الحدود الروسية الغربية بما يشمل نشر قوات إضافية ومنظومات دفاعية متطورة هناك كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية تعطيل مطارين عسكريين غرب أوكرانيا وتدمير ثلاثة آلاف ومائتين وثلاثة عشر موقع عسكريا في أوكرانيا منذ بدء عمليتها العسكرية قبل أسبوعين وفي سياق متصل أعلن لكريملين أنه سيسمح للمقاتلين من سوريا ودول الشرق الأوسط بالقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا وهي الخطوة التي دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تقديم تسهيلات من أجل تنفيذها إذا أردت أن هناك أشخاص الذين يريدون أن يكونوا على دماؤلية ومع ذلك لا يستطيعون أن يكونوا للمقاتلين في دونباس فهذا يجب أن يذهبوا لهم إلى أجلهم ومساعدهم أن يساعدهم إلى زنة بيئة على الجهات المقابلة نشرت دول حلف شمال الأطلس الناتو آلاف الجنود في وسط وشرق أوروبا ردا على التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا وذلك بهدف تعزيز جناحها الشرقي في خطوة ترفضها موسكو مع المطالبة بانسحاب هذه القوات وعلى الرغم من هذا التحشيد العسكري أكد الأمين العام للناتو يانس ستونتنبرغ أن الحلفة لا يرغب بخوض حرب مفتوحة ضد روسيا في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يستعد للتضييق تجاريا على روسيا بالتنصيق مع مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وحول المحادثات بين روسيا وكييف لوضع حد للأعمال القتالية تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عما وصفه ببعض التحولات الإيجابية في تلك المحادثات أما في كييف فجر الإعلان عن ضربات روسية جوية أصابت مناطق مدنية في مدينة دينيبرو التي لم يطلها القصف الروسي من قبل وقالت إدارة الطوارئ الأوكرانية أن ثلاث غارات جوية طالت المدينة وأصابت روضة أطفال ومبنى سكنيا ومصنع أحذية من طابقين دلع فيه حريق وأن شخصا واحدا توفي نتيجة هذا القصف وقد اتهمى الرئيس الأوكراني فولدمير زيلنسكي القوات الروسية بمنع إجلاء المدنيين المحاصرين سنجد 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 رؤية عملية المدينة المدينة في المقبلين دواءنا لقد افقونات بقصد 100 تشيش من الناس مرىوبال ووالنوغا يجبونيون مدينة مدينة ولكننا فعلنا كل ما كان يحتاج للمدينة المدينة المدينة روسية أصابتا لم يتوقف الوغن في قرار أثار الكثير من الجدل أعلنت شركة ميتا عملاقة مواقع التواصل الاجتماعي المالكة لمنصتي فيسبوك وإنستجرام استثناء الخطاب المناهض لمن وصفتهم بالغزاة الروس في أوكرانيا من قواعدها المتعلقة بحظر أي محتوى يدعو إلى العنف والبغض وبالتالي فإن الشركة لن تحذف المنشورات المعادية لجيش روسيا وقادتها أندي ستون المسؤول عن الاتصالات في ميتا قال إنه سيسمح مؤقتا بأشكال من التعبير السياسي تنتهك في العادة قواعد الشركة المتعلقة بالخطاب العنيف مثل عبارة الموت للغزاة الروس إلا أنه أوضح أنه ليسمح بالمقابل بأي دعوات ذات مصداقية للعنف ضد المدنيين الروس ينضم إلينا الآن عبر الهاتف السيد نضال منصور العضو المؤسس لمركز حماية وحرية الصحفيين أهلا بك سيد نضال في تجارب سابقة عانى الكثير من الناشطين والصحفيين من قيود فيسبوك خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي إذ كانت تلغى حسابات أو تحضر بعضها بحجة نشر محتوى عنيف أو عنصري وما إلى ذلك وفقا لتقييم فيسبوك اليوم يعلن الموقع عن استثناءات عند الحديث عن الحرب الروسية الأوكرانية ويسمح بنشر عبارات عنيفة كيف نفهم هذه الازدواجية سيدتي أولا الانتقائية مرفوضة في كل الأحوال ونحن كل في اجتماعات مع فيسبوك نتدارس موضوع خطاب الكراهية والحض على العنف قبل عامين أو أكثر في دبي وقلنا يجب أن تكون هناك مصدرة حقوقية واضحة تحتكم فيها فيسبوك في سياساتها حين تقوم بإلغاء الحسابات أو في حضر الناشطين ولكن واضح أن هناك معايير مزدوجة وأن هناك سياسات تعطي الحق للبعض أن يستخدم تعابير قاسية وتحض على العنف الكراهية وتعتبر مسموح بها حتى وإن كان البيان لفيسبوك وميتا بأنه إجراء مؤقت نحن في الحرب وفي السلم يجب أن نكون ضد دعوات العنف وضد الحض على العنف مع التذكير بأن إسرائيل دولة محتلة وإسرائيل دولة فصل عنصري وبالتالي دولة غازية ترتكب جرائم حرب وجرائم إبادة لحق الشعب الفلسطيني ولا يجوز محاصرة المحتوى الفلسطيني لأن الأمر أيضا المقاربة لا تستقيم من حق في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان من حق الناس المدنيين أن يعبروا عن موقفهم المناهض للإحتلال نعم إذن هي سياسة الكيل بمكيالين كما ذكرت الوسط الإعلامي بدوره يواجه الكثير من الضغوط وأحيانا القيود من أطراف مختلفة من بينها الشركات الكبرى المتحكمة في فضاء السوشيل ميديا برأيك كيف أثر ذلك على مساحة الحرية الإعلامية المتاحة للصحفيين ولوسائل الإعلام وأيضا للناشطين يعني حرية الإعلام محاصرة في العالم العربي وفي العالم بشكل عام تتعرض لضربات قاسية حتى من بعض الدول التي تدعي الديمقراطية وبالتأكيد هذه المحاصرة تمتد إلى فضاء السوشيل ميديا بعد أن أصبح السوشيل ميديا منصة مهمة للتعبير وحرية التعبير وهناك حالة اندماج ما بين الإعلام المحترف ومنصات التواصل الاجتماعي نحن نشدد ونؤكد على أن مساحات حرية التعبير يجب أن تبقى مصانئة حرية التعبير على السوشيل ميديا حرية التعبير في الإعلام المحترف ونريد أن ننبه بأن أدوات التضييق ليست فقط منصات التواصل الاجتماعي أدوات التقييد تبدأ في تشريعات مقيدة وتمتد لممارسات ليست داعمة لحرية الإعلام وحرية التعبير وأيضا لممارسات تنتهك حرية الإعلام نعم اتضحت الصورة نعم شكرا لك السيد أهلا بك يا سيد أهلا سيد نضال منصور العضو المؤسس لمركز حماية وحرية الصحفيين كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة